قال تعالى في سورة البلد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أقسم بهذا البلد ويظهر لنا من الآية أنه لا يقسم ولكنه رجع وأقسم به في سورة التين بقوله وهذا البلد الأمين أليس هذا تناقضا واضحا بين الآيتين ما الفرق بين يصنعون ويفعلون ويعملون في التعبير القرآني يصنعون مصدرها صنعة بمعنى أحدث وابتدع وابتكر شيئا لم يكن موجودا من قبل ومثال ذلك قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون فالله تعالى صنع هذه الأشياء من عدم ولم يكن ما يشابهها موجودا قبل ذلك وقال تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فنوح صنع الفلك وأوجدها ولم توجد قبلا مثل هذه الفلك فأبدعها وابتكرها بوحي من الله تعالى ومثال آخر وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون فصناعة دروع الحرب أمر علمه الله تعالى لعبده داود عليه السلام ولم تكن موجودة من قبل يفعلون مصدرها فعلة ومعناها إحداث أمر منقطع لا يشطرط أن يتكرر لأنه إذا تكرر سمي عملا وليس فعلا بمعنى أنك عندما تقول لقد فعلت شيئا فهذا يعني أنك قمت به مرة واحدة فقط على الأغلب ولم تتكرر قال تعالى قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكون عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون فقال تعالى افعلوا ما تؤمرون بمعنى أن هذا الفعل مفرد لن يتكرر ويجب القيام به بسرعة وعلى تعالى كذلك لأيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فالملائكة الغلاظ الشداد طائعين لله تعالى يفعلون كل أمر يأمرهم به الله تعالى مباشرة ودون تردد ومثال آخر قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون فكانت فعلتهم واحدة منقطعة وذلك حين ألقوا أخاهم يوسف في الجب أما يعملون فمصدرها عاملة وهو كل فعل يتكرر أو يستمر مثل على ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير ولأن أعمال العباد بعضها متكرر ومستمر كالصلاة والزكاة فقد استعمل قرآن الكريم كلمة تعملون مثال آخر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد فما عملت النفس هنا يشمل أعمال الخير كالعبادات والطاعات المستمرة والمنفردة وكذلك المعاصي والآثام المستمرة والمنفردة فهذا هو الفرق بين يصنعون ويفعلون ويعملون في التعبير القرآني والله تعالى أعلم نعود لسؤالنا الأول قال تعالى في سورة البلد لا أقسم بهذا البلد ولكنه عاد في سورة التين وأقسم بالبلد عند قوله وهذا البلد الأمين فهل هذا تناقض؟ إنما يراه الناس تناقضاً إنما هو راجع لعدم فهمهم باللغة العربية وعدم فهم المقصود من الآية بشكل جيد وذلك لابتعادنا عن اللغة العربية أولاً المراد من البلد في الآيتين هو مكة المكرمة وحرف لا في الآية الأولى ليس لنفي ما بعده لأنه حرف زائد فيكون نافياً لما قبله من كلام مقدر محذوف ومعنى لا أقسم أي أقسم والأمثل على ذلك متعدد في القرآن الكريم كقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ومعناها أقسم بيوم القيامة وقوله فلا أقسم برب المشارق ومعناها أقسم برب المشارق وكذلك قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم في حين أن معناها أقسم بمواقع النجوم وهنا في قوله لا أقسم بهذا البلد أي أقسم بمكة في حال كونك فيها وفيه تنبيه على تشرف مكة بحلوله صلى الله عليه وآله فيها هذا والله تعالى أعلم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرنت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي أبلي حكما وأنحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم